هذا هو سوق الشنيني لا يزال ينبض بالحياة ويبعث الأمل في جسد مدينة تعز الذي أنهكته الحرب رغم الركود الذي يعاني منه منذ أكثر من عامين قبل ثلاثة أعوام من الآن كان هذا السوق يموج بالحياة وبالمتسوقين الذين يأتون من ريف المحافظة ليشتروا ما لا يوجد إلا فيه والله السوق حاليا في الركود اقتصادي شبه تام نتيجة بالعامل الماضي كان كذلك نفس الحالة لكن في السنوان السابقة كان العمل الأفضل والحركة موجودة والسيولة موجودة عند المواطن يقتات التجار من مكاسبهم السابقة ويكافحون للبقاء هنا في متاجرهم التي ورثوها عن أجدادهم آملا في استعادة هذا السوق ألقه وحضوره ضعيف والله من دخل حق الصرف لو أقول لك أنا كلها أكثر من داخل والله اللي كسبنا من أول نخرجه الآن الحمد لله واس واحد يحمد الله على الصحابة العافية همشين واحد متعافي مستور الحال الحمد لله السلع لا تزال تحمل روح الماضي وطراواته ولذاته وأصالته الأسماك الصغيرة المجففة التي تعرف هنا بالوزف وكذلك الفلفل الحار بأنواعه والذي يسميه أبناء تعز بسباس والجبن التعزي الشهير والبهارات بأنواعها وأدوات الزراعة أيضا الأسماء هي الأسماء منذ القدم كهذه المعتارة التي تمتد ربما إلى العهد الرسولي في وظيفتها ومحتواها حركة التسوق هنا تبدو متواضعة وحركة البيع والشراء تعكس حال أهل المدينة الذين فقدوا وظائفهم وفقدوا معها السيول النقدية وساهم الحصار الخانق في تجفيف مظاهر الحياة في تعز من الباب الكبير إلى باب موسى يمتد هذا السوق ويتشعب ويتفرع محتفظا بكل سماته القديمة باعتباره قلب مدينة تعز وروحها والمقصد الإجباري الذي لا تتحقق متعة التسوق إلا بالاقتراب منه ومقاربة سلعه التي تفوح بعبق التاريخ